صباح الخير والمحبة عليكم مشاهدي قناة زاكروس الفضائية نلتقيكم اليوم في الكارنفال السنوي باليوم العالمي جذوي الإعاعة وبالتأكيد خليكم ميانا في هذا اليوم الذي أقر بالإجماع من قبل الأمم المتحدة منذ عام 92 الهدف منه هو إطلاق الرسائل بإبراز ما يمتلكه ذوي الإعاقة من إبداعات ومن مهارات ومن عزيمة وإصرار على حب المشاركة وأخذ الدور في البناء وعلى الجهات المعنية بهذا اليوم أن تستلم هذه الرسالة عليكم أن تستجيبوا للمطالب والحقوق التي شرعها الدستور والقانون والمعاهدات الدولية بكرامة وإدماج ذوي الإعاقة وبنفس الوقت هي رسالة أن يغير النهج من الرعائي إلى النهج الحقوقي والتنموي لكي يكون هناك ارتقاء بواقع ملايين ذوي الإعاقة في بلدنا العراق إن شاء الله في مختلف دول العالم تحقق دول العالم وتسعى من أجل كفالة حقوق الأشخاص الدولي الإعاقة بموجب التشريعات الوطنية التي يمتلكوها وبموجب التشريعات الدولية في العراق نمتلك القانون الوطني 38 كما أن العراق هو طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص الدولي الإعاقة فلدينا القانون الوطني ولدينا القانون الدولي فعلى الجانب التنفيذي أن يسعى إلى كفالة حقوق أكثر من 6 مليون من الأشخاص الدولي الإعاقة نسعى دائمين في تجمع المعوقعين في العراق وكافة الأخوة من باقي المنظمات والناشطين إلى أن يكون العراق دولة رائدة في مجال دعم وكفالة حقوق الأشخاص الدولي الإعاقة في العراق طبعا رحب بحضوركم اليوم في هذا المحفل الكبير الذي يضم مختلف الشخصيات والدول والسفارات الأوروبية والقطرية ومختلف المناصب والمقامات هذا اليوم هو احتفالية تجمع المعوقعين بالعراق بيوم المعوقع العالمي هذا طبعا احتفالية كل سنة نقيمها انبث من خلالها رسائل مختلفة للبث بحقوقنا المسلوبة للأسف في هذا البلد كثير من البنوت في الاتفاقية الدولية غير منفذة يضمن الكرنفال عدد فعاليات مهمة يقوم بها أعضاء التجمع منها مشاهد تمثيلية ومنها كلمات تحفيزية ومنها عرض قصص للنجاح الأفراد المتواجدين داخل التجمع من أجل إيصار رسالة إلى المجتمع العراقي بأنه الأشخاص ذوي العاقة يتمتعون بمهارات عالية ويمتلكون تحصيل دراسي حالهم حال بقية أفراد المجتمع العراقي من الأشخاص الغير معاقين من خلال هذه الاحتفال نستغل الفرصة لكي نرسل رسائل إلى أجهات المعنية وخاصة أجهات التشريعية والتنفيذية بأن يكون لهم نظرة أو ينظرون إلى أشخاص ذوي عاقة بأن هؤلاء الأشخاص الذين نسبتهم 15% أي حوالي 5 إلى 6 مليون من الشعب العراقي وخاصة الأشخاص الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن ونحن كأشخاص ذوي عاقة نطالب أجهات المعنية والتنفيذية والتشريعية بأن يشرعون قوانين وأيضا تنفيذ المواد الموجودة بالاتفاقية الدولية التفاقية CRPD للعراق موقع عليها بسنة 2013 وملزم بالتنفيذ كامل بنود هذه الاتفاقية وأيضا تشريع قانون 38 الموجود حاليا في مجلس الوزراء ونتمنى تصويت على التعديل لكي يكون هناك حقوق للأشخاص ذوي عاقة ونحن كأشخاص ذوي عاقة نتمنى أن ينظرون إلى نظرة حقوقية وليس نظرة رعائية لأن الأشخاص ذوي عاقة هم أشخاص متأصلين من المجتمع وإنما الإعاقة ليس بالجسد الإعاقة بالحواجز والعقبات التي نواجهها بالحياة هذا الكرنبال نحن تقيمة تجمع المعوقين في العراق كل سنة الكرنبال حتى ندعي بأكثر عدد من السياسيين والنواب اللي بل كنت نقول ينظرون إلى قضية ذوي العاقة فإن شاء الله نقول نحقق فتشيء وإن شاء الله السنة تجي نأمل أنه يكون المعاق مو مثل حسة يعني إن شاء الله يكون فد بوضعية أحسن وشكراً لكم وشكراً لقناتكم اللي إجتوا وشرفتنا وإن شاء الله يوصل صوتنا كل عام وحنا نهتفه ونريد تحقيق العديد نحن شريحة نريد حقنا صوت واحد كنت نصحنا نحن شريحة نريد حقنا وصوت واحد كنت نصحنا ستين صار من عالي سمعني صوتك التالي سمعني صوتك التالي حد فنحن ورحني يكتبه حد فنحن ورحني يكتبه